في النجف دعا المرجع الديني السيد علي السستاني هيئة الحجر الشعبي إلى عدم الدخول في أي نشاط اقتصادي بأي شكل من الأشكال في إشارة منه إلى دعمه دعوات إغلاق المكاتب الاقتصادية للأحزاب بحسب ما نقلته وكالة أنباء إيرانية وأشارت وكالة إسنا إلى أن السستاني استقبل عددا من طلبة حوزة قم وبحث معهم تطورات الأوضاع في العراق وإيران وكذا خلال اللقاء وجوب عدم تسنم رجال الدين في العراق أي منصب حكومي على الإطلاق مشترطا تخلي الراغبين في تولي المناصب عن منابرهم وصفاتهم الدينية كما أعرب المرجع عن قلقه بشأن الأوضاع المعيشية التي تهدد حياة الإيرانيين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران